والأمير اللي يكرهه والله ما تشان يحب الملك يموت على شيء اسمه الملك فيصل يموت عليه يعني هو الابن اللي ما عنده ولاد هذا ابنه لو يقال انه هو ما خلف حتى يحتم برعاية هو قل له زوجته الأولى ملك قل له الزواج على شرط انه ما يصيرنا ولد لان انا اريد فيصل اهم شيء ملك هي نفسه قالت الامي قالت هذا اللي خلا لنا اريد طفال وبعدين هو الامير يعني اتذكر احنا ورا الانقلاب سنا بانجلترا والوصي علينا كان جنرالي بزمانه بانجليزي يمرن الجيش العراقي ايدرب الجيش فهو قاعدين بيه هو صار وصي علينا فاليوم قاعد يتشوي اياه قال لي تعرفين منش قد مظلوم الامير عبدالله قلت له انا اعرف مظلوم بس انت ليش تتحيشي شيء قل لي احنا رحنا في اليوم لان شفنا انه نقدر نزيد المعاشات من الجيش فقررنا نسوها باسم الامير فرحنا للامير وقلنا له انه رح نقدر نزيد معاشات فكلش فرح يقول قلت له انا رح ازيدها باسمك يعني انت اللي نعطل قال لي ابدا نسويه باسم فيصل يقول قد ملاج قلت له انا اسمه الامير ده نريد نسويه لانه انت ما محبوب يعني فنريد شويه ننفق نغير النظر عليك ضحق قال له ليشان انت تتصوني ما اعرف قال له بس دايما كل البلدان وكل حكام العالم مجبورين مرات ينطون اوامر ما ترضي الشعب ومرات ينطون الاشياء اللي ترضي الشعب كلشي اللي يرضي الشعب حطوه باسم فيصل كلشي اللي ممكن يزحل حطوه باسمي صور هذا اللي يقولون عليه لا يحب فيصل ولئيم مخله وشي ما قالوا عنه هالطيب هذا هالانسان هو كان المتداول يعني احنا ما عشنا تلك الفترة بمثل ما عشتيها انت يا الله يطيل بعمرك المتداول عن الامير عبدالاله انه كان منبوذ اجتماعيا كان ثمل وسكير ما كو يتشي وكان قاسي و الى اخره ما كو احد بالعراق ما كان يشرب هذي تل ايام ما كو بيت بالعراق ما الرياضي بس شنو مو 24 ساعة بس يعني موجود للمناسبات موجود شرب الامير كاي انسان ثاني كان بالمناسبات يشرب بس ببيت شقد قاني رايحة بعمري حياتي ما شفته يشرب بالبيت لي ان امه موجودة امري حياتي ما شفته اه ثمل يسموه اي ثمل يعني استكران يعني ما شفته بها الحالة شايفة هوايا ناس غيره بها الحالة بس بعمري بحياتي ما شفته اي شي بالعكس بيته امه خواته اه حتى يعني ما ما يوصل يعني مثلا باقي بيوت الرجال يجي البيت يقول يجيبوا لي كاس ويسكي ما كو هالشي كان ما شفت ابدا ولا يوم هالشي بس يحشوها عليه هوايا اشياء يحشون يحشون انه لقيم ام ما شفت لقامته بالعكس ما شفت غير طيبة منه مو من مو الي بس للناس يعني من يجون يشوفوه بساطة طويلنا يعني اتذكر هاي الشرقية منطلعوه هالتمثيلية الغريبة اللي هو ده يوقف ويساولا سكران وبعدين يصيح على راسقية ويقول لها بحياته ام ما شفت رفع صوته صوته حيات مو بس هو لا هو ولا الملك ولا الاميران ولا الملكة نفيسة بحياتي ما شفتهم الا طيبة ومنتهى الادب وبساطة وكان يأتي كيف اي من يروح يقرأ القرآن برمضان يروح بالحبانية شان يبقى هناك يختم القرآن مرة الاختة عالية ومرتها الوالدة ويبقى شهر رمضان بالكامل بالحبانية بالكامل بالحبانية يصوم ويصلي ويختم القرآن وكان دين متدين يعني كان متدين ملتزم دينيا جدا بس مع الاسف الناس ما يعرفوه واكو من يريد يخرب سمحته وصورته للناس فالناس ما عرفوا له اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة